موسيقى أي معبر أو هن وعم بيمضوا على عقارات على عملات مصرفية هن مواطنين هن مش لا مطران ولا مفتي ولكن كمان النظام اللبناني عملون فوق القانون هن ما بيخدعوا للتحقيقات هن ديوم وقت بيكون فيه مطران بأبرشية أو مفتي وبيسرق مصريات المطرانية أو دار الإفتاء لاي ما بدوا يتحاسب هيدا الزلم هيدا حرامي هيدا وقزا لاي بيستوب يعني كمان هيدا مواطن مثلي مثله فأنا قلت لماذا لا يسأل لازم يسألوا قدام القانون وقت اللي بيكونوا عبتجاوزوا القانون اليوم بقضية المطران هي صارت قضية اذا بدك يعني كتير متشابكة واخدناها على السياسة وعلى الطائفية وهي أبسط من هيك ولكن صار فيه خطأ بالتعامل وبطريقة التحقيق وبطريقة التوقيف خليها تكبر يعني عمليا المطران جاي عب يعبر على معبر لازم يخدع للتفتيش بيقدم باسبورو بيخدع للتفتيش بيخدع للتحقيق شو معك انت وفايت اذا معه كمية مصاري فوق المسموح به لأي مواطن يعني انت اليوم اذا فاتي عمطر بيروت او على اي معبر ما فيك تحمليش انت فيها خمسمائة الف دولار قل يكون منطقيين ويسألوا كمنين هايدي والمطران لازم ينسأل والمفتي لازم ينسأل فعمليا كان فيهم يكونوا بالتعامل اكثر لايقة للمطران يسألوا قي بدنا اللواية حول مصاري من مين جايين ولا مين جايين وحقهم بالامن يسألوا لانه جايين هاو دي المصاري من اسرائيل ممكن يكونوا ومن دون علم المطران عم بنتنقلوا لاشخاص هن مجندين للعمالي لاسرائيل فعمليا حقهم يسألوا بطريقة مهزبة انه هاو دي المصاري من مين ولا مين وشو معك بالشنات ويفتشو ويفل على بيته وعفن جان قهوة اما انه يشلحوا اياهن ويشلحوا باسبورو ويقعد ثمان ساعات انه نحن عم نفتش الشنط ولو كانوا ميت شنط اذا كل واحد معه شوية شنط ويفتشوهن على حدود عشر ساعات معنا انت بيفوت على المطار بالنهار شخص واحد او شخصين بالاربع وعشرين ساعة هدا منه منطق كان يعني مبارح اللي وقع بس ابراهيم معنا بمقابلة مع الجديد بيقول انه هيدا شي طبيعي وما تعرضوا للايهانة ابدا وكان مثله مثل الباقيين هي يسحبوا باسبورو ويعدوها عشر ساعات هي بحد ذاتها اهانة نعم اما التفتيش هني معون حق الامن لازم يفتش الامن لازم يحصل على المعلومات ولكن هي طريقة التعامل كانت سيئة بهذا المعنى ما فينا نقول غير هيك هلا هذا الموضوع اخذ بعد كتير كبير يعني انا مع مسائلة المطران مش مع اهانته اثنين اللي بلس شو يحولوها قضية مذهبية وعم بيقولوا انه مبارح انه تحولت قضية مذهبية من عند المسيحيين لماذا يدخلوا رجال الدين المسلمين فيها خليها تحكي بكير عندها اعتراض وخلص الموضوع ما حدا نحول طائفي ولكن وقت البضي يطلع السيد يحكي فيها والنايبة محمد رعد يحكي فيها والمفتي قبلان يحكي فيها ويوزعوا تهم بالخيانة والوطنية والعمالة هذي هني عم يحولوها مذهبية هني اخدوها على مطرح مذهبية لانه صاروا انه هني عم يهاجموا عمليا المطران خليهم كانوا بكيركي حقا تعطريد على التعامل بغير احترام مع مطران اوكي حقا تعطريد فخلي اذا كان هيدا الموضوع بإطاره الانوني خلي بينه وبين القضاء وبينه وبين الامن ما يدخلوا كانوا رجال الدين الشيعة تحديدا بهذا الموضوع لانه هيدا بيزيد من مذهبة الموضوع لانه بدو يعمل كلمة انت تحكي بدو يعمل ردة فعل تانية من جهة تانية وهيدا بيزيد من مذهبة هيدا الموضوع اثنين هذا الموضوع كمان له بعد تاني أنا مع يحاسب المطران يسأل ليش مفوت 500 ألف دولار لأنه هيدا الكمية اللي هي مفوتة هي خارج الأنون خصوصا أنه المطران الموارنة تاريخيا معطى استثناء أنه يعبر من النقورة النقورة منه معبر للمواطنين هو معبر بس لقوات الأمم المتحدة اللي بتتنقل عمليا هوني هو معطى هذا الاستثناء فهذا الاستثناء مش لازم يستغل بطريقة كمان ما تكون قانونية لازم يفوت ضمن القانون وإلا كمان في المعابر اللي بيعبروها باقي الرهبان وباقي الناس كلهم سواء عبر الأردن بفوتوا على الأراضي المؤدسة وهيدا المعبر اللي كان بيعبروه كل الناس باستثناء مطران الموارنة اللي معطى هذا الاستثناء فكمان لازم يستفد ولكن بالمقابل ما فينا كمان بالأمن وبالقضاء وبالدولة نجي نحكي أنه هذا المطران فوت 500 ألف دولار ومين لعبيها جموه لعبيها جموه يعني اليوم السيد حسن وبيتلع بيقول نحنا كل تمويلنا من إيران نعم طب هيدا كيف تعبر المصاري اللي عم بتفوت من إيران هي ما بتعبر أكيد عبر المصاري فما بتجي عبر المصاري ما بيتفكتها شوي تجي عمليا هي كميات تجي بالشنط وملايين الدولارات كل شهر طب هيدا وين بتعبر حدا يجاوبنا بتعبر بطريقة شرعية لا إذا عم بتعبر بالمطار يعني اللي لازم الواحد يفوت معه 10 ألف دولار فعمليا هيدا عم تعبر كمان بطريقة غير شرعية فكل الناس بلبنان يعني ما يزايدوا على بعضهم فيه أخطاء عند كل الناس وما نزايد على بعضنا بلبنان هالقد لأنه فيه إذا هو يفوت 500 ألف دولار فيه ناس عم يفوتوا 50 مليون بالشهر وأكيد بطريقة غير شرعية ترجمة نانسي قنقر